اشتركوا في القناة في خمسة احياء بفييننا لا يتقنون الالمانية مدينة فييننا تبني شاطئها الخاص لصيف الفين واربعة وعشرين دعوة في النمسا ضد شات جي بي تي بسبب ضعف تصحيح الاخطاء مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم استبعد رئيس البرلمان النمساوي فولفغانك سوبوتكا التحالف مع حزب الحرية بزعامة هيربرت كيكل مؤكدا رفضه لترشيح كيكل كرئيس للبرلمان واشار سوبوتكا الى عدم قبوله لحزب الحرية بقيادة كيكل كشريكا في الاتلاف متهما الحزب بالتطور الى حزب قائد وكشف عن هدف حزب الشعب بالاحتفاظ بالمركز الاول في الانتخابات وبقاء كارنيهما مستشارا للبلاد ونفس بوتكا الاتهامات الموجهة له بخصوص الحاق الضرر بمكانة رئيس البرلمان مؤكدا وضوح مواقفه حذر وزير الخارجي النمساوي من خطر وصول التكنولوجيا العسكرية المتطورة للإرهابيين ودعا الى تعاون دوليا لمنع ذلك جاءت تحذيراته خلال افتتاح مؤتمر حماية الإنسانية من مخاطر أسلحة الذكاء الاصطناعي المستقلة في فيينا بحضور وفود دولية أشدد على ضرورة تضامن الدول لوقف سباق التسلح خاصة في ظل الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط ودعا الى فرض قيود صارمة على امتلاك واستخدامات السلاح ومنع استخدام التكنولوجيا في تهديد البشرية أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن زيادة أعداد رجال الشرطة لتخفيف العبء عن القوات التنفيذية حيث يبدأ أكثر من ستمائة شرطي جديد تدريبهم في يونيو مع توقعات بانضمام أكثر من الفين وخمسمائة شرطي جديد هذا العام وعززت الحملات الأعلانية وتحديث عملية التقديم جذب المواهب الشابة مع تقديم حوافز جديدة وتبسيط الإجراءات ويحزى النجاح لتحسين شروط العمل وإزالة الحواجز وأكدت الوزارة التزامها بتوفير كوادر بشرية مدربة بشكل جيد لضمان أمن واستقرار البلاد تهم كارل مارر رئيس حزب الشعب في فيينا حكومة المدينة بالتقاعص عن دمج الوافدين الجدد حيث أن أكثر من ثلثة طلاب في المراحل الأولى في خمس أحياء لا يتقنون اللغة الألمانية يجد الطلاب صعوبة في فهم اللغة الألمانية حيث يعاني طالب واحد من كل ثلاثة في الصف الأول من نقص في المهارات اللغوية وتظهر الإحصائيات أن خمسة وثلاثين بالمئة من طلاب الصف الأول في فيينا يصنفون كاستثنائيين في اللغة الألمانية مما يطرح تحديات كبيرة على نظام التعليم وتتفاوت النسب بين الأحياء مع ارتفاع النسبة إلى أكثر من خمسين بالمئة في بعض الأحياء أعلنت مدينة فيينا عن بناء شواطئ نهرية محسنة للسباحة دون الحاجة للسفر إلى البحر حيث تستهتح في مايو المقبل في منطقة شاطئ أرينا في خليج كايزا مولن وتقدر تكلفة المشروع بنحو ألفين أو مئتي ألف يورو وستضمن المنطقة رمالا ومساحات خضراء للجلوس مع منحنى طفيف نحو النهر للوصول إلى الماء بسهولة وبالإضافة إلى ذلك توجد أماكن سباحة متجددة مثل شاطئ كوبا وخليج القراصنة على نهر الدانوب مما يوفر بدائل عامة للاستمتاع بالصيف في المدينة ومجانية رفعت جمعية نوب نمساوية دعوة قضائية ضد برنامج الذكاء الاصطناعي تشاة جي بي تي بسبب اتهامها بتزوير الإجابات أدافعت الجمعية عن الخصوصية حيث قالت إن البرنامج يقدم معلومات مضللة مطالبة بتحقيق وفرض غرامة على شركة أوبن اي آي المطورة وقالت المحامية مارتيا دي جراف إن عدم دقة البرنامج يجعله غير مقبول ويخالف القانون الأوروبي لحماية البيانات فيما رفضت الشركة طلب تصحيح الأخطاء ما يظهر مشكلة جوهرية في تعلم الذكاء الاصطناعي كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم مشاهدين لا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة